بجانب كل نقطة مراقبة أممية يستحدث الحوثي العديد من النقاط والحواجز في الحديدة وهو ما ينذر بتعقد مسار جهود البعثة الأممية لوقف إطلاق النار والتي بدأت بنشر مراقبين أمميين بمشاركة ممثلين من ميليشيا الحوثي والقوات الحكومية فميليشيا الحوثي استحدثت المزيد من الحواجز الترابية بالتزامن مع نشر الأمم المتحدة لنقاط مراقبة خاصة بمتابعة وقف إطلاق النار ووفق مصادر محلية فإن الحديدة شهدت حركة مكثفة بالقرب من حي الربصة ومدينة سبع يوليو حيث نقلت عددا كبيرا من العمال بغرض حفل الحواجز ووضع المتارس في أحياء عدة من المدينة خصوصا منها القريبة من نقاط المراقبة كانت الحديدة قد شهدت السبت الماضي تثبيت نقاط مراقبة لاتفاق وقف إطلاق النار من قبل لجنة تنسيق عدة الانتشار مكونة من ضباط ارتباط من الحكومة والحوثي وبحسب مصادر مقربة فإن رئيس لجنة عدة الانتشار الجنرال الهندي أبهي جيد جوها أشرف على اتفاق يقضي بنشر أربع نقاط داخل مدينة الحديدة هي نقاط الخامري ومدينة الصالح وكيلو 13 والمنظر تنحصر مهمة النقاط الأمنية في مراقبة مدى التزام الحكومة والحوثي بوقف إطلاق النار مع ظهور مؤشرات ترجح فشل هذه النقاط في عملها خصوصا في ظل تاكيدات حكومية ومحلية بتكرار ميليشيا الحوثي إشال عملية وقف إطلاق النار لكن السؤال هل ستكرر الأمم المتحدة كعادتها عدم تحديد المعرق للاتفاق الحديدة والمعطل لتسوية السويد؟